طبعا نتائج العدوى فرزا يدوي اكتملت في المحافظات المطعم بها في العراق والبلغ عدةها أكثر من 2000 محافظات في عموم محافظات العراق طبعا المستواضية اليوم أنهت كل النتائج المطعم بها وهي المحافظة الأخيرة والمحافظة الأخيرة هي محافظة البصرة طبعا قدومها المستقل للإنتخابات إلى المحكمة قضائية للإنتخابات وبعدها ستنصلها للمحكمة الاتحادية المصادقة عليها طبعا الأشرطة كانت كلها النتائج المطهون بها في محافظات العراق كانت كلها مطابقة 100% ولا يوجد هناك أي تفاوض بين الأشرطة المطلبة من قبل انصار الكتنة المطلبة وبين نتائج المطلوبية طيب هل هناك وقت محدد أو موعد لإعلان النتائج النهائية للطعون لا يوجد لحد هذه اللحظة موعد محدد يعني هناك بعض سبعة أيام ستنصلها للمحكمة القضائية للباستها ثم بعضها سترسلها للمحكمة القضائية المحكمة الاتحادية للنظر بها ومن ثم ستصادق عليها يعني هناك ما يقارث إلى أسبوعين أو أكثر على ما يبدو هذا هو ربما الموعد المحدد لنتائج المطلوبية ستعلنها المفوضية العليا